بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار إذن مرحبا بكم مجددا في قناتكم وكندعوكم باش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقوا وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم إن شاء الله اليوم إن شاء الله غادي ندير معاكم واحد الفيديو لكي خاص تواريخ دير الامتحانات الإشهادية يعني فقش غادي دوزو التلاميذ ديال السادس الامتحان الموحد الإقليمي وكذلك الناس ديال التاسعة امتحان الجيهوي كذلك التلميذات والتلاميذ ديال الأولى باكالوريا اللي مقبلين على الجيهوي وكذلك المتحان الوطني الموحد لنيشادة الباكالوريا 2022 إذن من بعد ما لاحظت الوزارة المقرر الوزاري اللي كنت نضم هاد السنة الدراسية وهو مقرر موحيا حيث كانت لاحظت مقرر الوزاري أول في غشت ولكن الآن دارت له التحيين بناء على أنها دارت واحد الإرجاء ديال الموسم الدراسي لبداية شهر أكتوبر إذن نبدو على بركة الله إذن البلغ هو هذا نصدر اليوم ثلاثة واحد وعشرون شتنبر 2021 أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكو المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية المقرر الوزاري المحيين الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021-2022 بالنسبة للتعليم الأولي والسيط الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي تأهيلي وأقسام تحضير شهدت التقنية العالية وجاء إصدار هذا المقرر التنظيمي المحيين تبع لقرار الوزارة القاضي بإرجاء الانطلاقة الفعلية للدراسة برسم الموسم الدراسة 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 مزين إذن هاتش مكاهم مناش كامل نقطع الدراسة بصفة فعلية إذن الدراسة ستنطلق يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 نهار واحد فشهر عشر 2021 بالنسبة للتعليم الأولي التلاميذ اللي يقرأوا في التعليم الأولي والأسلاك التعليمية الثالث الابتدائي الثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي وأقسام تحضير شهدت التقنية العالية ويوم الأثنين 4 أكتوبر 2021 البالنسبة لأقسام تربية غير نظامية بالنسبة للتربية غير نظامية يبدو حتى الأربعة أكتوبر يعني يوم الاثنين الرابع أكتوبر 2021 وقد تقرر تخصيص الحصص الدراسية الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح والتاسع أكتوبر 2021 لتشخيص المكتسبات الدراسية وتقديمي حصص أنشطة المراجعة والتثبيث باستحضار حصيل التعلومات التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية 2020-2021 وكي يقول لك في هذه الجملة فهذه بأنه التقويم تشخيصي أو تقويم مكتسبات غادي يكون فيه أسبوع من 1 في شهر 10 إلى 9 في شهر 10 وغادي يكون فيه تشخيص المكتسبات الدراسية السابقة وتقديم حصص في المراجعة والتثبيث على أن يتم الشروع في تفعيل برنامج الدراسي السنوي بتداء من 11 من أكتوبر 2021 فقش غايت بدأ الدراسة يعني الدروس غايت بدونها 11 في شهر 10 11 أكتوبر 2021 مع استمرار في تقويم المكتسبات ومعالج التعطرات من خلال برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلامي يعني وخا غادي بدون الدروس خص مجموعة من حصص الدعم المرافقة باش التلميذ يساير دك التعلمات وحرصا على تأمين زمن المدرسي وضمان استكمال المقاررات الدراسية بالنسبة لجميع الأسلك التعليمية فقد تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تربوية لتنظيم الموسم الدراسي 2021-2022 وتهموا بالأساس جوج دي المعطيات إذا باش تضمن الوزارة الزمن المدرسي وتضمن أنه المقاررات يتكملوا شنو دارت الوزارة؟ أولا دارت تعديل للعطل يعني العطل المدرسي مبقوش في المواعد ديلها يعني دارت واحد تحيين للعطل الدراسية والمواعد ديلها كذلك تمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز 2022 يعني الموسم الدراسي يفعض ما يتساله في الأخر ديال يونيو كما عادة دابا غادي تساله لأخر ديال يوليوز فهم؟ النقطة الموالية تكييف مواعد فروض المراقبة مستمرة صفية والموحدة والامتحانات الموحدة بالنسبة للسلك الجدائي والثانوي أهدادي والثانوي التأيلي مع التنظيم الجديد للموسم الدراسي الحالي حيث سيجرى الامتحان إذا مزين إذا نرى كيفو يعني ذلك المراقبة مستمرة يعني الفروض يكييفوهم مع هذا التحيين يعني ما يبقوش ذلك المواعد اللي كانوا في المقرر الوزاري السابق حيث سيجرى الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة سيبتدأ نتابعوا معي لابا امتحان الموحد الإقليمي الناس ديال السادس يعني التلاميذ اللي غادي دوزوا السادسة هذا العام امتحان الموحد الإقليمي اللي كي يكون في الأخر ديالسنة غادي دوزوا إن شاء الله يوم سابع من يوليوز الفين واثين وعشرين يعني نهار سبعة فشهر سبعة الفين واثين وعشرين صفح؟ والامتحال الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي دبا الامتحال الجهوي بنسبة للناس ديال التسعة غادي دوزه يومي 6 و 7 يوليوز يعني 6 و 7 في شهر 7 2022 فيما سيتم تنظيم اختبارات الدورة العادية لامتحال المواطني الموحد للباكالوريا دبا الناس ديال الباكالوريا اللي مقبلين على نير شهادات الباكالوريا 2022 غادي دوزوا بالأقطاب كما دوزوا هذا العام والعام اللي فات يعني القطب العلمي عنده تاريخ دياله والقطب الأدابي والتعليم الأصل عنده التوقيت دياله إذن بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهاني عندهم الامتحال من 20 إلى 22 يونيو يعني من 20 إلى 22 شهر 6 غادي دوزوا امتحال الموحد للباكالوريا بالنسبة للعلم والتقني والمهاني بالنسبة للقطب الأداب والتعليم الأصل غادي دوزوا من 23 إلى 24 من 23 و 24 يعني 23 و 24 يونيو 23 و 24 في شهر ستة وكذا الدورة الاستدراكية دبا هذي كنا كنا نهضروا على الدورة العادية دبا الدورة الاستدراكية غاديكون نهراش انهورة ديال 15 16 و 18 و 19 يوليوس يعني 15 16 18 و شهر سبع واخدا بعين الاعتبار المسجدات التي جاءت التي جاءت بها المذكرتان وزريتان تحت رقم 80 21 و 81 21 في شأن تطير اجراءات المراقبة مستمرة فقد تم وضع برمجة مفصلة لموعد فروض مراقبة مستمرة صفية والموحدة بالنسبة لجميع المستويات مزين اذا هذة الجملة هذه كتقول بانهورة المقرر وزري فيه البرمجة بالتفصيل على امتحانات او للفروض المراقبة مستمرة صفية اللي تكلمنا عليها واللي هي عادية والفروض الموحدة على صعيد المؤسسة اللي هي جديدة وهذه يمكن تطلع عليها في المقرر الوزاري حيث انها في هذا الفيديو جيت باش نقول لكم فقط يعني فوقاش الامتحانات الاشهادية بالنسبة للسادس غاديكون انهار سبعة شهر سبعة 2022 بالنسبة للجهوي ديال التالتة اعدادي غاديكون ستة وسبعة في شهر سبعة 2022 دائما امتحان الوطني بنسبة للعلوب من عشرين وعشرين شهر ستة وبنسبة للأداب ثلاثة وعشرين وعشرين في شهر ستة وبنسبة للستدراكية دائما ديال الباكالوريا ايام خمستاش ستاش تمنتاش تسعتاش في شهر سبعة وبهذا غد نكون نكملت لفيديو ديال اليوم كانتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وكانتمنى انكم تزيدوا الدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البوخالي بالشراك والضغط على زر الجرس باش نبقى دائما معكم دائما تجبلكم الجديد كان معكم الاستاذ محمد البوخالي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة